مشاهدين ما زلنا مع حضرتكم في متابعة لهذا الحدث الأبرز الذي تشهده مصر وهذا الافتتاح الكبير والعملاق للحدث الذي تشهده مصر لأول مرة وافتتاح البطولة العسكرية العربية للفروسية في النسخة الأولى بتنظيم من القوات المسلحة المصرية وكذلك أيضا بتشريف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بيشرفنا في هذا اللقاء للتعقيب والتحليل طبعا أهمية هذا الحدث وهذا الافتتاح وأهمية انعقاد هذه البطولة هنا في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار دكتور أسامة أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بك طبعا دكتور أسامة زي ما حضرتك تبعت الحقيقة هو افتتاح مبهر بيليق بمكانة مصر وبقيمة مصر والأكبر كمان هو المدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية اللي احنا موجودين فيها وفي نادي الفروسية عايزة حضرتك تقولي يعني بعد ما تبعت الجزء الأول من الافتتاح رأي حضرتك في انعقاد هذه البطولة المهمة لأول مرة على أرض مصر يعني أولا احنا عندنا حدث كبير جدا الحدث مبهر بكل المقييس الحقيقة هذا التجمع العربي تجمع مهم جدا الرياضة النهاردة مش مجرد حدث أو بطولة رياضية الحقيقة بتبقى مناسبة لتعزيز الأواصر بين العلاقات أو في علاقات الدول العربية بعضها البعض خاصة لما تبقى بطولة على هذا المستوى من الاحترافية سواء في التنظيم أو المشاركين الفرساني المشاركين من الدول العربية البطولة الأولى زي ما حضرتك أشارتي وده بيؤكد رياضة مصر في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى أعتقد كمان دلالة المكان دلالة مهمة جدا احنا بنتكلم على مدينة أولمبية بمعايير عالمية تمكننا من استضافة أكبر الأحداث الرياضية النهاردة المرافق الرياضية اللي شايفنا لا تقل جودة ولا تقل حداثة عن أحدث المنشآت الرياضية في العالم وده الحقيقة مش غريب على مصر طول عمرها في مقدمة الدول العربية والدول الإفريقية وأيضا في صدارة الدول العالمية اهتماما بالمنشآت الرياضية ولينا تاريخ رياضي كبير ويمكن كمان التاريخ الرياضي العسكري أيضا من النقطة المهمة جدا والنقطة المضيئة في تاريخنا الرياضي أعتقد النهاردة حدث فارق حدث ليه دلالات كبيرة وأتصور أن هذا أيضا إعلان مهم جدا لقدرات مصر الرياضية في هذه العاصمة الإدارية الجديدة وأعتقد أنه سيكون لها نوع من أنواع التأثير الكبير في المستقبل وتستقطب العديد والعديد من الأحداث الرياضية والفعاليات الرياضية الكبرى دكتور أسامة حضرتك أشارت الحقيقة لنقطة مهمة أنه دلالة المكان الذي ينعقد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية هنا في العاصمة الإدارية الجديدة دلالة النيابة تنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة طبعا بالأمس القريب شاهدنا جميعا تنصيب السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا من هنا من العاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة من أيقونة العمران الحديث في مصر طبعا من مبنى البرلمان واليوم نحن موجودين في أحد أهم القلاع الرياضية الحديثة جدا بما فيها من منشآت رياضية يعني بأعلى المعايير العالمية يعني أنا أعتقد أن العاصمة الإدارية ليست مجرد مدينة العاصمة الإدارية رمز رمز للجمهورية الجديدة التي تقوم على العلم والعمل من يتابع المنشآت سواء المنشآت الرياضية أو المنشآت المؤسسات الدولة والوزارات المنشآت المعنية بخدمة المواطنين الحي المالي والتجاري كل هذه الأمور أعتقد أنها بتقدم وجه جديد لمصر مصر الجمهورية الجديدة اللي بتقوم على التطور على العمران مصر القادرة على بناء الحضارة أنا أعتقد أن العاصمة الإدارية امتداد لمدن مصر الكبرى الأخصر وأسوان والقاهرة والإسكندرية هذه العاصمة الإدارية هي وجه مصر للقرن الواحد والعشرين أعتقد أننا اللي بنشوفه النهاردة وهذه المدينة الرياضية ملمح من ملامح الجمهورية الجديدة اللي بنتمناها لبلدنا وبنتمناها لمصر اللي طول عمرها رائدة في العمران وبناء الحضارة النهاردة كلنا بنفتخر بحضارة مصر بحضارة البنائين العظام اللي بنوا وتركوا للعالم أعظم المنشآت في العالم كل الملايين من أنحاء العالم بتأتي لمشاهدة ما بنيناه على مدى قرون أعتقد أن العاصمة الإدارية الجديدة وهذه المدينة الفتية والمدينة الحديثة أعتقد أيضا ستكون قبلة لملايين من الزوار اللي هيشوفوا أدئي مصر قادرة على استمرار البناء والعمران والتحديث والتطوير أعتقد أن كل مواطن مصري يجب أن يأتي إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليفخر بوطنه ويفخر بما قدمته الدولة المصرية وأيضا يطمئن على مستقبل هذا الوطن بشكرك شكرا جزيلا دكتور أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار شكرا جزيلا على وجودك معنا ومثلما ذكر بالفعل دكتور أسامة السعيد نحن جميعا كمصريين في منتهى الفخر بوجودنا في العاصمة الإدارية الجديدة هذه المدينة الذكية هذا الصرح العمراني العملاق والعظيم الذي بالفعل بيعتبر من أهم مؤسسات وثوابت الجمهورية الجديدة ليس فقط من الناحية المعمارية ولكن أيضا الناحية المعنى الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة بما فيها من أحدث التصميم المعمارية بمحافظتها بشكل أساسي من التلوث بعيدا عن التلوث لما فيها من مساحات خضراء لما فيها أيضا من مباني معمارية بأعلى مستوى في العمران هي بوابة الحكومة المصرية للاستثمار الأجنبي هي تعد من أحدث المشروعات الخاصة بالتطوير العقاري نشهد هنا في العاصمة الإدارية الجديدة كل ملامح التطور الحديث واليوم مشاهدين مع هذا الحدث المهم الذي تشهده أرض مصرنا الحبيبة وذلك بمناسبة مرور 42 عاما على تحرير سيناء نشهد معا هذه البطولة وافتاح هذه البطولة العربية العسكرية للفروسية وذلك في نسختها الأولى بتنظيم القوات المسلحة وبتشريف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة